مساء الخير مرحب بحضراتكم في حلقة من أروع الحلقات اللي هنسمحها إن شاء الله لإنه تهم كل أسرة وكل بيت فعاوز نركز مع بعض إن شاء الله النهاردة لإنه هنتكلم في موضوع بعنوان زواج بلا ندم زواج بلا ندم في ناس طبعا هتسمع لو أنت تقول الله زواج بلا ندم لأ نحن نقض نسمع بقى هو فيه زواج بلا ندم في ناس تقول لك لا الزواج كله تعب وكله قرف وكله مشاكل وكله فين الكلام اللي انت بتقوله ده طب هنعرف الأول إحنا نجاوب على سؤال هل الزواج نعمة أم شر اللابد منه فيه ناس تقول لك يا عم ده شر اللابد منه فيه ناس تقول لك ده نعمة نعرف إزاي هل هو فعلا نعمة ولا شر اللابد منه هل لا يدلوقتي فيه ناس قاعدة معايا بتختلف في الأراء الأصل اللي الزواج نعمة ليه بقى لأن ربنا بيقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك الآيات اللي قوم يتفكرون بمعنى إيه الكلام ده ومن آياته أي من آيات الدل على عظمة ربنا سبحانه وتعالى أن خلق لكم من أنفسكم طب خلي بالك بالنقطة دي من أنفسكم كأنها حتة منك كأن مراتك دي إيه حتة منك جزء منك المشكلة مش في الزواج المشكلة اللي الناس تفهم يعني إيه زواج إزاي يتعامل الزوج مع زوجته والزوجة إزاي يتعامل مع زوجها فالزواج نعمة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم يعني كأن الزوجة تعملها اللي إيه إن حتة منك هالحد بيقصو على حتة منه هالحد بيضمر نفسه فالإنسان لو تعامل مع مراته اللي دي جزء منه الحياة الزوجية هتبقى حياة سعيدة ونتكلم في الموضوع ده إن شاء الله في الحلقة ومن آياته هنخلق لكم من أنفسكم أزواجا اللي تسكنوا إليها يبقى الزواج بقى هنا إيه ساكن نعمة الناس المشردين اللي نايمين في الشارع معرضين لإيه للضمار الصحي والضمار النفسي معرض للهوى والشمس والبكتيريا والحشرات وكذا ماشي ومعرض للضمار النفس لكن اللي ما يبقى في مكان ساكن فيه السكن راحة السكن سعادة السكن أمان السكن طمأنينة فإذا لابد يبقى إذا الزواج كله سكن وراحة وأمان وطمأنينة وسعادة نفسية وصحية يبقى الزواج نعمة من الله سبحانه وتعالى طب إزاي نتعامل ومن آياتها نخلق لكم من أنفسكم أزواجا اللي تسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة هنا بقى الطريق اللي هنمشي عليه المودة الحب والرحمة العاطفة فيه إنسان بيجمع على الاتنين بيحب مراته ويبقى حنين عليها عطوف عليها طب لو الحب من عدم الحب ضاع يبقى فيه إيه؟ يبقى فيه إيه؟ الرحمة ليه الرحمة؟ من أنفسكم لأنها تعتبر جزء منك حتى منك والنبي صلى الله عليه وسلم وصى على إيه؟ على النساء وعلى الزوجات فمن وسيط النبي صلى الله عليه وسلم إن احنا إيه؟ نراعي حق الزوجة فالزواج نعمة طيب أهم حاجة في الزواج إيه؟ لاختيار الصح أهم حاجة في الزواج إيه؟ لاختيار الصح الصح يبقى إحنا اتفقنا أول حاجة في حلقتنا النهاردة قلنا إيه؟ قلنا الزواج نعمة ولا شر رابض منه؟ قلنا إيه؟ إن الزواج نعمة الدليل ومن آيتيها انخلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة تبقى عطوف على زوجتك تعاملها بحنية الحب يزيد طب أهم حاجة بقى قبل ما نتجوز إحنا هنقسم الحلقة بتاعتنا إن شاء الله قبل ما نتجوز نعمل إيه؟ وأثناء الجواز نعمل إيه؟ للمخطوبين قبل ما نخطب وللمخطوبين وللمتجوزين واللي عندهم عيال لو الوقت سعنى اللي عندهم أطفال طيب هتكلم عن صفات حبوها المرأة فراجل إيه الصفات اللي بتحبها أي بنت في أي شاب أي زوجة بتحبها في أي زوج شوف الصفات دي عندك ولا لأ لو الصفات دي عندك يبقى زوجتك خدت كنس ماشي؟ ولو مش عندك حاول تشتغل على نفسك عشان تطور من نفسك وإيه؟ وتوصل للصفات دي إيه الصفات اللي بتحبها البنت في الولد والزوجة في زوجها أول حاجة لاهتمام خدوها قاعدة مني واكتبوها وسجلوها البنت عاملة زي الوردة الزوجة عاملة زي الوردة تستمتع بيها لما تهتم بيها تهتم بالوردة بتاعتك تهتم تديها اهتمام حنان عاطفة هتستمتع بجمال الوردة هتهمل هذه الوردة هتنشغل بالموبايل هتنشغل بصحابك هتنشغل بالقهوة هتنشغل بشغلك هتنشغل بالصفر الوردة دي وردة الحب في قلبها هتذبل هتنشغل بالعنف والضرب الوردة دي ايه؟ هتذبل وهتموت فالستات عموما عاملين زي الايه؟ الوردة حاجة جميلة حاجة جميلة في البيت امان وسكن وسعادة وراحة نفسية لكن تعاملها معاملة الايه؟ الوردة طيب لو عملتها باهمال الوردة دي ستذبل ومش هيجي لك اللشوك هتلاقي بقى المعاملة الوحشة اللي تنكد عليه وتنكد على الايه؟ وتنكد على عيشة كلها فيبقى رقم واحد الاهتمام تهتم بمراتك ماينفعش توعد حضرتك مسك الموبايل 24 ساعة ومهملها ماينفعش حضرتك تبقى قعد مع صحابك بتضحك وتهزر ولما تشوفها تكشر وتباوس والشها ماينفعش حضرتك تعاملها معاملة الخدمين وتعامل أمك وإخواتك معاملة السادة والايه؟ والسلاطين لا الاهتمام تهتم بيها ماينفعش مراتك تكون انت مسافر ما تصلش بيها لكل ثلاث أسابيع مرة ماينفعش فالاهتمام الاهتمام اي واحدة بتعشق الاهتمام لو انا كلامي غلط تصلوا بيهة قولوا انت غلطان ماشي يبقى رقم واحد اهتم بزوجتك لو انت مش تهتم بيها مين هاهتم بيها في حاجة اسمها الاشباع العطفي دايما بقول تسمع مراتك الكلام الحلو تسمع مراتك الكلام الحلو اشباع عطفي ليه؟ عشان ما تسمعوش من غيرك عشان لو سمعته من غيرك يبقى شيء طبيعي ايه العسل ده ايه الجمال ده ايه الحلوة ده ايه اللبس الشيك ده إيه الإيه 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 إيه الإيه 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 الإ أكلام اللي احنا بسبعة مش عاوزيني أطلقظة مش تمام هتلاقي كلام خلاص انت بقى عندها إشباط عاطفي مش هيأثر فيها لكن لم واحد يقول ايه الأمر ده و جزء đâyما بقول لهاش ايه بيبص في خلقة ايه ده احنا متجاوزين غفر ايه ارتبو انت ده جزءها بقول لها انت متجاوزين غفر وهو الثاني بقول لها ازايك أي أمر جزءها بقول لهها يا بدتي والتاني قال لها يا حبيبتي جزءها بقول لها اعملي الأكل مش عارف تاني يقولها نفس اكل من ايدك السكر ممكن تميل ممكن تميل للكلام ده فلابد ان انت تهتم انا بتكلم كلام وقعي سيبك من كلام الكتب وكلام ده كلام علمي ممتاز مفيش مشكلة على انها عرصنا بس لازم نسقط الكلام العلمي ده على ارض الواقع اهتم سمعها الكلام الحلو براتك لو ما سمعتش الكلام الحلو وفي الاخر انت تنكد عليك وتقول هي نكدية من تبدأ الاول يعني ستيفن كوفي في حضراته صاحب كتاب سيفن هابتس اللي هو لعداد السبع واحد بيقوله انا مبيحبش مورتي قاله حبها قاله انا مش بحبها قاله حبها قاله عمال مش بحبها قاله انت يا دكتور غبي انا ماش بحبها قاله الحب افعال مش مجرد كلام الحب افعال مش مجرد كلام بمعنى ايه حبها اهتم بيها ده رقم واحد بادر انت خليك انت مبادر هي بنكد عليك واشهلا اهتم بيها وهقول لكم على مفتاح السعادة الزو inflائع عندنا وقت النهاردة ان شاء الله نبقى رقم واحد عندنا يا حبيب الايه؟ الاهتمام 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 نكلم معاها نشوف مشاكلها سمحها أحلى كلام ماشي؟ ده أي بنت وأي زوجة بتحب الاهتمام اللي اسمه الإشباع العاطفي الحاجة التانية الحنان الزوجة تحب الزوج الحنين مش الزوج القاسي الزوج الحنان مش الزوج القاسي مش الزوج اللي بيدرب عمال على البطال بيدرب أنا بسمع بلاوه وشكاوى مش عارف الله يكون في عونهم ده شغال بيتفرج على مصارع حرة بقى وبايه وبيتعلم في مراته اي مشكلة ديها بالقلم اللي يجيب لها التجاج واللي يجيب لها يكسرها رجليها واللي يكسرها ايديها واللي يغبطها في بنيف وشها يزرق لها وشها ايه عم انت بتتخلم واحد صاحبك ده انت لو تتخلم واحد بشهر مش تعمل كده مش عندك الجرأة دي كده ده ده دي احنا دي الوردة اللي احنا بنتكلم عليها ده الحنان اللي احنا بنتكلم عليه ده الحنان اللي انت حضرتك لا تقصو عليها لا تقصو عليها اي انسان بيحب الحنان والحنان سبحان الله فطرة موجودة في البشر فلما زوجتك تحس اللي انت حنين عليها تحس بالامان لو انت قصي عليها وهي في قوتها وفي عز شبابها اما لما تجبر هتعمل ايه ما هي لها تفكر كيف اذا كان انت بتضربها وقصي عليها ومهملها وهي لسه وردة صغيرة في عز شبابها لما تعجز بقى وتجبر هتلميها وتبقى عندها أمراض هتخاف منك هتقلق منك هتبقى العيشة فيها توطر وقلق فالحنان شيء مطلوب ولذلك هتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم حنان جدا وإحنا بنتعلم من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله وليوم الأخ فالحنان تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم ستين عايشة تقول إيه ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده قتل امرأة ولا خادما إلا في سبيل الله يبقى ما بديش إيده على واحد ما بديش إيده على زوجة من زوجته كان حنين صلى الله عليه وسلم بدرجة اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان ستين عائشة بتكلمه فصوت عيلي شوية سيدنا أبو بكر دخل السديق رضي الله عنه اللي هو أبو سيد ستين عائشة فدخل فلاقها صوت عيلي عن نبي فالداية ده رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم عشان يضربها بهابوها الواحد يبقى ههم عشان يضربها فاستخبت مين استخبت وراه النابس عصلا الف النابس عصلا فسيدنا النابس عصلا حنين مش استغل الموقف شو بنتك بتعمل ايه شو بصوتها عالي ينفع يا دي تربية فهو دي مش عارف ايه انت اما اخدها معاك بقى و لما اتعنا فتربيها بقى رجعها لما تتربى بقى هاتها لكن فيش الكلام ده فيش الكلام ده لا النابس قال ايه حاش سيدنا بوبكرة عنها حاش ابوها عنها عشو ما اضربهاش حنين معين كانت لسه بتعلي صوتها وده النبي النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعلي صوتها عليه لا نعم فانا مسته السيد ماشي تفضل مسته السيد معايا تفضل اهلا اهلا مرحب بحضرتك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا اهلا بحضرتك شرفت بيك تفضل ماشا فانده ما كامل طيب نكمل معانا لاتصالت قطع عيد عننا لاتصالت انا سيد العحاب يعني يبقى احنا قلنا الحنان فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه حاش سيدنا عبو بكر اللي هو ابوه عن ستين عاشة اللي هي بنته والموضوع خلص فجي بعد كده سيدنا عبو بكر الصديق رضي الله عنه لقاهم بيتحقوا بيهزروا مع بعض هي دي الحنية النبي صلى الله عليه وسلم كان بي يعني هقول ايه بيتعامل مع ستين عائشة تعامل الوردة كان دايما يقول لها يا عائش يا عائش دي يقول لو واحد مننا بقى مراته عالت صوتها عليه تعالي صوتك علي وانا مش رأت تقلبها مصيبة طب تقلبها مصيبة خليك حنين لما تلاقيك حنين زوجتك هتحبك دي من الصفة التانية بقى احنا قلنا في صفات تحبها اي بنت في اي ولد وتحبها اي زوجة في اي زوج احنا قلنا رقم واحد ايه نحفظ مع بعض يا حبيب اللي ان الكلام دا بيخلي البيوت تستمر ما ينفعش نلاقي كل ست دايق حالة طلاق في الوطن العربي صعب ما ينفعش نلاقي على طول حالات الطلاق وفي ايه في خلال سنة سنتين ثلاثة وبعندهم عائل واتنين الا يعني بعد سنة اتطلقتي بعد سنتين اتطلق ويقولك احنا متجوزين عن حب خمس سنين قاعدين في الجامعة بيحبوا بعض وقبل الجامعة ومش على ايه وفي الاخر تتطلق بعد سنة اتنين وبعد كده ما حاكمه العيل تتشرط المشكلة يا حبيبي مش في في واحد زوجة اتنين اتجوزوا المشكلة في العيال الاولاد اتستاذة فاطمة تفضل يا فاندي معاي ايو مرحب بحضرتك من ورانا السلام عليكم يا دكتور وعليكم السلام ورحمة كاته انا من اصوان اهلا اهلا انا بحب اهل اصوان ناس طيبين الله يخليك يا رب على الفطرة والله يا الاسوان الله يخليك فاحنا هنا الحياة قاسية عندنا يعني شوية معاملة الزوج مع الزوجة يعني تعب صراح السؤال بتاع حضرتك القصوى اه القصوى الاهمال انه ما الوحدة قداميها اللي الراجل يعني مش مش قادر يقول لك يا دكتور بقابلونا معاملة مش كويس صراحة هنا لا بحق بص انا لسه من شوية حاولت تسجيل الحلقة وتسمعها لهم والله ما بيسمحش يا دكتور بيسمحش اهو مع نفس ما بيسمحش الكلام مع نفس طب واحدة واحدة اللي حسن يسمعك ويقلب عليك بعد المكالمة با احنا احنا تعبدأ يعني احنا بنجوم من النوم يعني الصبح نخبز ونعجل ونغسل ونعمل تاجي تلقاه برضو بوص بوزك مش عارف تعملو ايه بز طب هقول لحضرتك هقول لحضرتك دلوقتي الراجل القاسي بس برضو احنا مش عاوزين يا شباب بص بص حبيبي مش عاوزين نتكلم ونحط لود على الراجل بس يعني ان دلوقتي دخلت لقيت مراتي بقول لها صباح الخير قالت لصباح النور يا حبيبي مش هتعصب عليها لكن بقول لها مثلا اعمل لكم بات شي ما تقوم تعملها النفسك انا خدام عندك انا خدام عندك هنا هيجي الشيطان يولع الدنيا فممكن الزوج يكون قاسي علشان الزوجة ذات نفسها ردودها وحشة ما احنا عاوزين برضو انا عاوز اوزن بس انا كنت عاوزة اقود دل اول يعني قواعد عامة وبعد كده هنوزن المسألة فخلي بالك برضو استوزة فاطمة او حاجة فاطمة نخلي بالنا برضو نشوف جزنا ايه زوجنا ايه اللي بيديقوا ما نعملوش يعني ماينفعش زوجي ما بيحبش الصوت العالي وعلي صوت بيحبش الصريخ تمسك العالة تصرخ تحس اللي في حريقة ولعت في البيت الله تبنت بتصرخي ليه مش قلتلك ما تصرخيش مش كزا مروريك ما تصرخيش ما عامل علي علم جنريني عالب مش عارف ايه يا بنتي وات صوتي مش عارف ايه هيضطر يروح ماديد ايه هتقلي بخناقة استاذ خالد ابراهيم اتفضل يا فاندي فاندي خلي بالك اهلا اهلا استاذ خالد اتفضل انا كنت عايز اكلم الدكتور اتفضل يا فاندي مع حضرتك نورتنا انا باش اهلا مع حضرتك يا فاندي بسمعك سمعك ممكن توضع التلفزيون بس عشان تسمعني اتخذ صالة قطع طب نكمل لأستاذ فاطمة فاندي اعملي اللي عليك بس أستاذ فاطمة ايه هو شوف ايه اللي بيدايقه ويخليه تعصب ما تعملهوش اسر الراجل مننا مش بيحب الناكت يعني هقول لي حضرتك حاجة انا من النوع اللي بحبش الناكت حب الهزار والضحك والفرفشة بس ساعات الناكت بيجي لوحده بقى بيجي الناكت لوحده بمعنى ايه لما تلاقي الزوجة مثلا واحد متجاوز واحدة وتلاقي احنا بتسمعها بالبزها مالوي بتتقمس من اقل حاجة صوتها عالي وهاينكت فبرضو الستة ليها عامل والراجل اللي عامل احنا نقول للراجل لا اهتم بامراتك سمعها كلام حلو ما تجيش هي لابسلك لبس كويس وانت مش شايفها مش شايفها خالص تم هي بتودي الحضانة وتدرس للعيال وتأكل وتشرب وتكنس وتطبخ ومش عارف ايه وفي الاقل احمد ربنا اللي هي مهتميها بيك يا راجل وجاي ولابسلك لبس كويس تخش تاكل وتنم حتى ما تقولاش ايه الجمال ده ولا ايه اللي حلوة دي يبقى البعيد ايه انا اسف فينا اقول البعيد اعمى وبعد كده تزد ده ما يبتش شايفني ده انت كده بتقتل الانوسة فيها فين هنا الاهتمام على قلة تقول لها ايه الجمال ده تراعي يا راجل الكلام ده تراعي الاكل اللي ما يديه ايه اه اكل حلو تسلم ايدك ايه المنع تبص ايد مراتك مش عيب مش عيب ولا حرام انت تبص ايد مراتك وحتى تعلم ولادك كده تسلم ايدك يا حبيبتي اكل جميل بص يا ولاد ايد ماما فيش مشكلة مستاذ علي تفضل يا فده مستاذ علي معايا المعاليك انا كنت عادة المنفيحة والمشهولة برداء عين الحضورتك اه انا حط معي مشوار جواز وبعد كده حصل طلاق حصل ايه؟ مشوار جواز وزواز وبعد كده حصل طلاق انت مطلع حاليا؟ اه اه جواز التاني وبعد كده حصل مشوار ضلاق تاني ماش تمام المشوار التاني طبعا اه جعب بتاعتها اربع سيجنين وحصل الحمل وتوفى الواقع دي والحاجات دي كلها بقال الله وبعد كده اتناقيتها فاخر تاني الشهور جلبت معي بالنسبة الكنيسة السلم الخبيز حاولت احل المشاكل دي كلها على اساس حد يخبز بره او ناكل عيش مصري وكنيسة السلم واحد اخلي واحدة مثلا تاخد لعشرة جنيه او اي حاجة انا مش فهم مش سامع كويس السؤال اه اه السؤال ايه طبعا انا مش سامع كويس السؤال كل ما خلت في مشوار جواز اه اتلاقها هي خلبطت المشوار وتروح للناس وخلبط اه وتركش الخضوبة اللي انا بعملها رغم انها اتزاوزت ورحت لحلقة واتزاوز السابق الاعدام في اسبوع ورحت ورحت لحلقة وبرضو ما سيبنيش لغات لما دخلت في مشوار اه يعني جوازي والحمد لله ربنا كرمي انا مش عارب فيها سبب المشاكل كله اللي انا فيها دي طيب هقول لحضرتك حاجة سبب المشاكل اللي حدك فيها تبعني الحلقة كلها وهقولك على الصفات اللي اي زوجة تحبها لما تعملها مراتك هتبص التراب اللي تمشي عليه تمام كده اتفاقنا اه استاذ علي اه بارك الله عيني ليك يا حبيب عيني ليك ربنا يتمالك على خير ماشي ماشي نرجع بقى للأستاذ فاطمة فلما جوزي كله وبوزه ويمكشر ويبقى متدايق العيب على الراجل وعلى الست انت ما تدايقهوش الراجل ما بحبش الناكت يعني هو مش جاية ومن اياتي ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها فجاي سكن جاي راحة مش جاي تأول ما تقابله تقول شوف العيال عملت ايه شوف مش عارب ايه وجرتك عملت وبنت عمتك عملت وبنت خلتك عملت وامك عملت يا سيد تهدي انا لسه جاي من من الشغل طب لما ارتاح شوية بقى نتكلم وكل ما تتكلم معه تبقى لو يبوزها ولازم تنفذ رأيها علشان رأيها اللي يمشي الاول لو رأيها مامشيش تناكت طب هو هيناكت طب هو هيتدايق طبيعي اللي هيلوي بوزه لكن ازاكي حبيبي ازاكي قلبي عمل ايه حبيبي اخبارك ايه الكلام ده الرد هيكون ايه ازاكي امر ازاكي قلبي ازاكي سكر ازاكي عسل كده فانت فخلي الناكت ده لما الناكت يقل والمشاكل الزوجية تقل ايه اللي هيحصله هتلاقي الزوج من نفسه عنده سعادة في كتير قوي بيتجوز ويقعد على القهوة كتير قوي بيتجوز ويروح عنده صحابه كتير قوي بيتجوز وما بيعودش مع مراته كتير لا هو بيقعد في البيت مستكن ده نكت فلذلك هو بيقولك انا هبعد عن اي انسان في علم نفسه حتى بيقولك بيبعد عن مصدر الالم فقولك البيت بالنسبالي هو اكله شرب وخلاص وبيروح بقى يقضيها مع اصحابه يهزر ويضحك والله يقضيها مع البنات يتكلم مع البنات على الوطسة وعشاء ليه لان بالنسباله البيت نكت فالرجل مش هيكشر من نفسه فلازم نشوف اين اللي نقدر نعمله عشان نسعده بيه ونعمله طب احنا عملنا اللله وقيدنا صوابع ايدنا شمع وهو زي ما هو يبقى اسبر على البلاء وربنا هيكرمك في الاخر ان شاء الله اسبر عشان خاطر لولاد وقبل ما تقولها اتطلق انا دايما ضد الطلاق الطلاق ده اخر وسيلة اخر حل اخر طريقة للحل انما تروح لدكتور ويقولك رجلك هتطقطع وراح التاني يقولك لا فعلك بس على المدى البعيد المفترض ايه هتروح للبتر ولا للعلاج الاصل للعلاج مدام في وسيلة نحل خلاص الطلاق ده يبقى اخر وسيلة البتر ده اخر وسيلة بالذات لو عندي ولاد يعني انا اي حد يكلمنا على الموضوع برفضوا الطلاق تماما بس يعني اخر وسيلة لكن في حالات في نقول لا تتطلق فيها مفيش مشكلة لكن مدام عندنا اولادي بقى اخر وسيلة الطلاق نحاول نصحح من نفسنا كل واحد يحاول يحسن من نفسه انت بادر دايما نقولك الحياة الزوجية طب خدوا مني المعلومات اكتبوها وسجلوها وارفعوها للناس عارفين مفتاح السعادة الزوجية ايه مفتاح السعادة الزوجية ان الزوج يدور على ايه اللي يسعد مراته ويعمله والزوجة تدور على ايه اللي يسعد جزها وتعمله كده لو احنا قفلنا الحلقة دلوقتي وقطعته الجزء ده والناس سمعته انا مش محتاج حاجة تاني بكل الكلام اللي هقوله نعيد تاني نعيد تاني الزوج يعمل ايه يدور على ايه اللي يسعد زوجته والزوجة تدور على ايه اللي يسعد زوجها ليه بقى لما امراتي تدور على اللي يسعدني فبالتالي هتبقى مصدر سعادة ليا لان هي بتسعدني فبتازلت بقى بالنسبة لي مصدر سعادة فايه اللي هيحصل انا هحاول اسعدها ولو مش عشان خاطر عيونها علشان خاطر احافظ على السعادة اللي انا عايش فيها علشان حافظ على ايه عالسعادة اللي انا عايش فيها فلما الزوجة تحاول تسعد جزهة وتسمع كلامه وتبقى مطيعة وتهتم بيه ايه اللي هيحصل هتبقى مصدر سعادة وهو بالتالي هو هيعمل ايه هيحافظ على مصدر السعادة اللي هو يشوف طلباتك يا امر اقمولين يا حبيبتي عيني لك يا قلبي لان بالنسبة له مصدر سعادة لما هو بيبقى متجوز واحدة وبنت ناسه وبنتقصوله زي الفل ويتلمى على واحدة كده كده يعني مش عاوزين نقول ايه ها وفي الاخر ايه التانية دي متبقاش تمام قوي بس هام ده اللي هي عارفة مصدر سعادته ايه وعارفة تجيبه ازاي وعا ذلك سايب المسكنة اللي معاها العيال قال لأكل وقال شرب وقال لبس وقال فلوس وحتى العربية يعني كحيانا والتانية جيب لها عربية بام وقال لها مش عارف ايه ومسكنها في فيلا الله ما هندي ام عيالك ام عيالك والتانية دي حاجة يعني السبب ايه ان التانية عرفت مصدر سعادته ايه وبتعبدو في حين لو احنا غبدة بالمقاييس الزوجية هتلاقي الاولى اللي عندها عيال أفضل منها مليون مرة لكن التانية أشطر منها عرفت اللي يسعده وبتعمله فانتي خليك انت اعملي اللي يسعد جوزك اللي يسعدك اللي يسعده عمليه اللي يسعد جوزك اعمليه ليه؟ عشان تبقى مصدر السعادة لي وبالتالي هو هيبقى مصدر السعادة ليكي عن طريق اللي هو مش هيكشر مش هيضرب لو عندك حاجة عاوزة تقولها له هيسمعك في طلب لك هيقولك عيني يا قلبي عشان مصدر السعادة الحياة الزوجية نعمة بس اللي يفهمها صح نقولها تاني خلي ده شعارنا شعار الحلقة النهاردة الحياة الزوجية نعمة بس اللي يفهمها ايه؟ صح الحياة الزوجية نعمة بس اللي يفهمها صح يبقى نرجع تاني لموضوعنا ان صفات تحبوها المرأة في الرجل ايه الصفات اللي تحبها اي بنت في اي ولد ولتحبها اي زوجة في اي زوج قلنا رقم واحد الاهتمام رقم اتنين الحنان وده ربنا مثال لسيدنا ابو بكر الصدق والنبي صلى الله عليه وسلم معاملة النبي الستينة عائشة رضي الله عنه بل النبي على السلام كان بيعمل حتى الخدم كان بيعملهم معاملة حسنة استس خالد ابراهيم معايا يا فندي متفضل اتقطع الخط الخط اقطع طيب الحاجة التالتة للزوج انا عاوزين انا اقولت الحلقة ياريت كل البيوت تسمع الحلقة دي ياريت ياريت اللي يقدر يسجل الحلقة ويسمحها لكل بيت لان خلاص الواحد يعني يعني قلبه بدأ هقول ايه يبكي دم من المشاكل اللي بتحصل راجل بيزلم مراته والست بتزلم جزه ويسيبه العيال وحاجات مشاكل يعني ما اعلم بها لربنا في الاخر يقولك الزواج وحش لا الزواج مش وحش لذلك انا عملت كتاب زواج بلا ندم فعلا مجلة كبيرة انا عامل الحمد لله الكتاب ده فايدته ايه او ليه قلت زواج بلا ندم لان الزواج نعمة بس نفهمها صح فعلا في زواج بلا ندم طب ازاي اتجوز وما ندمش ولا وانا متجوز وندمان هل يقدر هقل هقدر اصحح الخطأ اللي انا اخطأته مع امراتي او العكس اه تقدر والحياة تمشي ما فيش مشكلة بس نكمل مع بعض الحلقة يبقى رقم اتنين رقم تلاتة بقى الشياكة السيد تحب الزوج اللي بيهتم بنفسه يعني ابن عباس رضي الله عنه وارضاء قال ايه قال انني اتزين احب ان اتزين لزوجتي كما وحب زوجتي ان تتزين لي خليك شيك حاول تبقى رحتك نظيفة لبسك نظيف في البيت وخارج البيت خليك شيك في لبسك اه دقنك شعرك ما يجيش انت مثلا رجل شيك جدا وانيك جدا في شغلك ويدرب بك المثل في الشياكة وفي اعلى انواع العطور وتخش عند مراتك ما تبقى الشيك لا يبقى شيك بره في جوه السيد تحب لما تمشي مع واحد تفتخر به يبقى هندامه كويس يبقى لبسه شيك لبسه نظيف لبسه مكوي عشان تبقى ماشى وتختخر وهي ماشى بأي سنتي كده واي بنتي كده سيبك حتى لو مقلتش قدامك كده عشان تبقى مكسوفة منك لكن هي حبة كده هي حبة كده حبك جوزه يبقى نظيف يبقى شيك ماشى معاك كده في الشارع وهو ايه شيك مش لازم بقى الشياكة مش معناها اللي انت تجيب بدلة بعشرة تلاف جنيه ولا جرفضتها بقى الفين جنيه لا الشياكة معناها ايه يبقى لبسك نظيف مكوي متناسق مناسب للسن مناسب للعادات والتقاليد دعم استاذ امنا عثمان اتفضل يا فندي تب بصي لو سمحت انا واحدة متزوجة غزبين عنها ومش قادرة تعيش ومش عارفة تعيش في الحياة دي دعم لي عندك اولاد عندي ثلاثة عيال دس انا اللي خلينا جيب العيال عشان انا مش هتتجوز تاني عايزة عايزة بقاليها سند معي بس انا مش الزج انا مش عايزة بص يا استاذ امنا قبل ما نفكر في الطلاق دايما بقول حاجة سريعة كده عنديك حاجة هتقولي حاجة تاني انا متجوز الغزبين عني وبتضربه وبقول لي ايسا وانا عامر عمري مقبلته في حياتي عمري طب انت دلوقتي انا عاوزك تجيب ورقة وقلم كده وتشوفي الاضرار اللي هتوقع عليك وانت متجوزة والاضرار اللي هتوقع عليك لما تتطلقي وهتستحميليها ولا لا في مشكلة كبيرة يا استاذ امنا اللي في بعض الحريم بتطلب الطلاق مجرد بس اللي هي اتضايقت وتخنقت مش قادرة استحمل خلاص قفلت مش هستحمل هتطلق اي انا هتطلق طب يا بنتي اعقالي احسبيها صح لو انت اتطلقت تشوفي الاضرار اللي هتوقع عليك ايه هل هي يعني لاما العيال هتبقى معاك لاما معاك معاك هيطلع عينك علشان تي ايه تصريف عليهم معاك هيطلع عينك علشان تشوفيهم طب ودي اول حاجة مشكلتي مشاكل كتير جدا انا عاوزك تجيب ورقة ولم وتشوفي انا دلوقتي الالم النفس اللي انا فيه والتعب النفس اللي انا فيه في وجود زوج تعبني ومتجوزة غصبا عني ماشي وانا تعبانة نفسيا وتعبانة والمرض تعب النفس جايب لأمراض وجايب للسكر ولا 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 مع الحالة بتاعت حضرتك شبيهة بحالات كتير وانا عاوز اتطلق يا اخويا والكلام ده اقول لها لا يا اختي ما تقالي شوية الاول وركز يا حبيبتي انت دلوقتي قبل ما تتطلقي فقري كويس صح فقري صح دلوقتي قبل ما تتطلقي عيشي كده مع نفسك عشر دقائق كده في حكم المطلقة وتخيل لنفسك منت مطلقة هتمشي في الشارع هترجع الساعة لو رجعت الساعة تسعة بالليل كانت فين هي احنا بالمجتمع العربي بتاعنا بقى لكن لو رجعت الساعة واحدة بالليل وجوزك موجود ده في عسمة راجل هدي اول حاجة تاني حاجة العيال ماشي ممكن ابوهم يقسي يقسيهم ايه عليكي اول عكس يعني اللي بيضيع في النص الاكتر العيال مدام عندي تلات عيال يبقى نصبر نصبر ونحاول نهتم بزوجنا و نعم فانم استاذ وفاء معايا تفضل تفضل استاذ وفاء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله مرحب بحضرتك الله يخلي اه مريد بس فيه اهتمام زوجة بس في يعني عزيه اهتمام في المعاملة من ياميته هو او او مريد بس فيه عنده السلام اللي حسسسها مثلا مع النابي تحبه وتقدره وتعمل له كل حاجة باستمام بأولاده وكل حاجة بس ديبه فيه حاسة بمقص أو تبخل في الكلام أو في المساعد كده تعمل معاه ايه؟ هي بتحبه على فيه هو بيحبها؟ بس هي عايز تحف هو بيحبها؟ هو اه هي حاسة تحف بس مش مش واضح في كلام ما فيش يعني أكلة حلوة حاجة حلوة شافها ما فيش شكرا ما فيش كلمة حلوة ما بتسمحش هي تحف بص بص يا وفاق سمعي الحلقة دي يا وفاق خليه تلح لح والنقطة والنقطة التنية وهو المشكلة اللي هو ملوش البرامج دي خالص بيحبها حاجة زي حطها له في العصير حطيني البرنامج في العصير عادي هللي بولوا بص 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 يا وفاق بص يا وفاق أنت الموضوع الاهتمام يا شباب زي ما قلت لحضراتكم مفيش واحدة مش حبة الاهتمام مفيش واحدة بس قبل ست زي الوردة لازم نهتم بيها بس هي برضو يا فاق علشان نوزن الامور زي ما قلت لحضرتك ممكن يكون الزوج عنده مشاغل كتير وعنده عيال ابنته عاوزة تتجوز وابنه في المدرسة وعملتش عارب ايه وشغله على قد وحوره فهو حاطت دماغه كلها ازاي فلوس ازاي اكل عيال ازاي يغير الشقة اللي ياخدها اجار بألف جنيه ولا بألف ونص ولا بألفين حاطت دماغه كذا حاجة فهو مش واخد باله من النقطة دي لذلك انا بتكلم بقى في النقطة دي يعني انت ممكن تكون كويس وكريم وجنتل في كل الصفات الجميلة بس مش شايف براتك مش مهتم بيها فلذلك بقول له حالك لا اهتم بيها عديها الاشباع العاطفية مش اللي ما تسمعه من غيرك بعندها اشباع عاطفية مش محتاجة تسمع عن حد لان عدم الاهتمام بيحسس الست اللي هي قليلة بيحسس انا اسف اللي انا هقوله بيحسسها بالنقص فبيحسسها مش عاوز انت انا مش عاوز انا مش عاوز براتك تدور عن نقص بره تكمل نقصها بره تقول ايه في حين اللي هي ممكن تكون جميلة جدا وكويسة جدا وفيها الصفات اللي اي انسان يتمناها ومع ذلك نقطة الاهتمام تخليها تكرهك عدم الاهتمام عدم الاهتمام بيها ممكن تخليها تكرهك فالذلك احنا بقول ايه لا اهتم بيها وسمحها احلى كلام حسسها بذاتها انت لو لو مراتك شالت البيت فوق دمخة وشالت بيت والدتك العيلة كلها وجيت قلت لها تسلم ايدك يا قلبي يا امر واهتمت بيها وكلمتاك الميتهم حلوين كل التعب ده هيروح كل التعب ده هيروح وتقدر تقوم تاني تخسر وتطبخ تاني بس تسمع الكلام الحلو اللي يديها باور يديها طاقة لكن تهتم وتأكل وتشرب وتلبسلك ندف وتعمل مفيش حتى شكرا مفيش حتى ربنا يقال ليك ليا مفيش حتى تسلم ايدك مفيش حاجة اسمعه الجمال ده ايه الكلام ده ايه الجمال ده ايه الحلوة دي مفيش معي والله يا بص مشكلة معبوية بالاختصار طب في اتفضل يا حبيبي اتفضل معبوك ولا مع ايه معبوية انا بتكلم في الزوجات دلوقتي والازواج معبوية ده وقت التلفزيون طيب يا غاية وقت التلفزيون طب قولي السؤال سريعا كده يا خالد والله يا بص والله البيت كان سيدي كان كاتبولي باسمي اه هو رح رح هو خد العكد وجسطه وطلعني من البيت طيب اجاوب ولا في حاجة تانا هتقولها لا بس بس حبيب قلبي شرفتني باتصالك يا حبيبي بص يا سخالد ابوك بقى يطلعك من البيت ابوك يضربك ابوك يعمل فيك اللي يعمله المطلوب منك وقضى ربك قال لا تعبده إلا إياه وبالوالديني إحسانا إحسانا دي مش النهاردة وبكرة لا إحسانا دي صيغة ايه يعني استمرية على طول إحسانا في كل وقت ماشي فلازم ده مهما ان كان ابوك ومهما ان كان دي بيت ودنيا كله هيروح لما يكون معاك البيت ومعاك الغط ومعاك الدنيا كلها تحت رجلك وابوك غضبان عليك ربنا يديك طلط العمر ويبارك في عمرك يا رب وعمر السامعين لما تموت البيت هيجي عندك ولا الشقة هتيجي تنفعك في القبر ولا رضا بوك اللي هينفعك في القبر جاوب انت وشوف هتعملي نرجع لموضوعنا فإحنا بقولنا يا شباب نهتم نهتم بزوجاتنا علشان الحياة تمشي علشان الوردة مراتك لا تذبل حبها الحب في قلبها ماشي استاذ عبدالك استاذ عبدالك استاذ عبد الكريم فتح اتفضل يا فندل استاذ وعليكم استاذ عبدالك استاذ عبدالك استاذ عبدالك استاذ عبدالك ايد اتشرفت بيك فضل اه لا. انا بحرطك. اه بقول له حرطك معي زوجتي عملت معيها كل الصح. اه. اه. فرض. وحطرت مشاكل عندك في البيت. اه. فسابة البيت ومشاكل وعاجة الطلقة وحاجات كتيرة. طب هقول لك حاجة يا سيد عبد كريم. انا لو قلت لك ازايك يا فندم اخبارك ايه? عامل ايه? هتقول لي ازايك يا ايه? ام. ازايك يا دكتور? صح? تمام. طب لو انا قلت لك اه اخلص انجز عاوز ايه? قول اللي عندك بطل هاري وبطل كلام. هتقل بيا ولا لا وهتتدايق? صح? هيحصل. لا لا بصي حبيبي. انا انا دلوقتي لو استقبلت حضرتك استقبال مش كويس. انا قلت لك ازايك يا سيد عبد كريم? مرحب نورتنا في اتصالك. هترد عليها تقول لي ايه? ايه. ايه. طب لو انا قلت لك انجز انا عندي اتصالات كتير اخلص. يلا عاوز تقول ايه بطل راغي. استقبلتك استقبال وحش هتعمل ايه? ممكن ترد علي رد وحش. صح? بالضبط. او تقفل السكة. صح? تمام. ايه اللي يخليك ترد عليك انت شكلك انسان محترد? ايه اللي يخليك ترد علي رد وحش? اسلوب انا. اسلوب انا الوحش. لا اسلوب. اسلوب اه. اه. فانا ما ينفعش اقول مع ليش شعب الكريم احنا اخوات وحبايب ولازم ايه اقول لك الايه? الصح ولا اجدب عليك? تمام. انا عاوز البيت يعمر ويبقى حلو. دلوقتي. انا لما اعمل مع مراتي كل حاجة واعمل معها الصح الصح. هتخضب وتسيب بيت اهلها ازاي بقى? فهمني بقى عبد الكريم. تمام. فهم? يبقى لازم تراجع نفسك عبد الكريم وتشوف ايه اللي مزعلها وخليها سابت البيت وطفشت. وسابت قلبي. اكيد في مشكلة بينك وفي مشكلة بينها. عشان كده سابت البيت سابت مملكتها. الست مملكتها البيت. عاري خلي بالك يا عبد كريم. الست لو اتجوزت بتبقى ايه الست لو اتجوزت ممكن قبل ما تتجوز ممكن تفتح التلاجة وتاكل وتشرب وتعيش حياتها خالص وتتنك على ابوها واماها وانا عاوزة فلوس. تمام. لما تتجوز وترجع بيت ابوها واماها تتكسف تفتح التلاجة وتاكل. تعرف كده وتعرفش كده? تعرف لازم تتعرف. خلاص بلقي اللي مملكتها فين? في بيت جوزها. مملكتها الجوزها. اه. فلما تسيب. يا حبيبي لما تسيب. لما تسيب بيت جوزها بتسيبه ليه بقى? خلاص مش طيقة بقى ما خلاص ما خلاص زهقانة. فشوف ايه اللي مخليها تزهق وتدايق وبالراحة وبالرفق اللي احنا لسه بلقول النبي صلى الله عليه وسلم. هاختم معاك بكلمة حلوة عبد الكريم. النبي قال ايه صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة. ما دخل الرفق في شيء الا زانة. حسنة هو جملة. نتعامل بالرفق يا عبد الكريم. قعد معها بالرفق كده ومع اهلها وشوف الدنيا فيها ايه وتمشي ازاي? واللي يرضيها ايه واحدة واحدة ومشي الامور بالوسط عشان خاطر ولادكم. ربنا يتمهلكم على خير. ربنا يهدي الجميع يا رب ويسر الامور. فاحنا قلنا رضينا على موضوع الاهتمام فلازم نهتم لان الزوجة التاقة بتاعتها زي ما احنا بنقدرش نمشي من غير مناكل او نشرب الزوجة عشان تستمر في الحياة وتستمر في الحب. استمر في المعاملة الحسنة معاك. لازم الاهتمام. الاهتمام ده بالنسبة لها احسن من الاكل والشرب. لو تعبت في اكلها وشربها وفي في بيتها وجيت قلت لها كلمة حلوة كل التعب ده يروح. الستات كده الستات حاجة جميلة. فخلي بالك من النقطة ده. استاذ طه غريب اتفضل يا فنم. استاذ طه غريب اتفضل معاي اهلا 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 مرحب بيك. ازاك يا دكتور. اهلا حبيبي منورتيني. عليكم السلام ورحمة الله. سلام حضرتك طيب. انت طيب يا غالي. سنة سعيدة عليك وعلى حبيبك. وعليكم جميعا ايها المشاهدين والمشاهدات. بنا بركلك رب. واياك يا حبيب. حضرتك انا انا يعني كويس الحمد لله ما زغتي تماما يعني. زي الفول. تماما ويا كويسة جدا معاي. طب حلو كده يعني انت بتبتسع عشان احسادكم يعني ولا ايه. لأ. لأ ولا. دي مشكلة صغيرة بس. والرحب. اللي هي يعني ممكن تكون مثلا يعني بتاخد الكلام كده على صدراء على طولها يعني بتعمل مشاكل من الاهل وكده وامك وبوك واخوك واختك. خلامنا. زي الفاق يعني بقى. طب يا حبيبي سهلة سهلة جاوبك علي يا عيني شرفتني سؤال تاني عندك سؤال تاني يا طه ربنا بارك لك يا رب انا اتشرفت انا عام مرة تسير في التلفزيون ويعني متشرف جدا بحضرتك حبيبي انا احطك هنا في الحدة الشمال دي حبيبي يا طه بصي حبيبي مشكلة الاهل والكلام ده المشكلة ممكن الست الست تكره اهل جزها امها وابوه واخوتها ليه بقى لو فضلهم عليها بشكل واضح ومباشر حتى لو هم غلطانين دي بتيجي من زكاء الراجل راجل يبقى زكي يبقى زكي ازاي خلي مراته يحطوا حدود بين مراته وايه وامه بين مراته واخته واخواته ماشي بس يحاول يوزن الامور مجيش مثلا امه تغلط فيها اوي 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 وفي الاخر وهو وهي امها غلطانة امه غلطانة فيها يروح مسكها ضريبها قدام امه خلاص لو انت عملت الللي ام هي زوجتك كرهت امك خلاص انتهت ما بعد الحب يرجع لكن الموقف ده مش هتنساها بالذات لو ست لو ست ايه بالروية زي ما بنسميها وبتكتن في نفسها مش هتنسلك الموقف ده فاكن لما امك زحقت لو مش عاني في عملت ايه وانت ضربتني كمان قدام اخوتك وقدام امك استاذ محمد ماشي السلام عليكم اهلا اهلا يا حبيبي استاذ محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اه 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 انا طبعا انا اول مرة في حياتي ان انا اشترك في برنامج حبيبي عيني اول مرة في حياتي حبيبي ده انت اتشرفني الله يخليك الله يخليك انا دلوقتي انا ليه انا اكبر اخواتي وليه اخ واعك مشكلة اه مع زوجته اه مخصوصا ده موضوع الحلقة زواج بلا ندم اه حبيبي دلوقتي اخويا دلوقتي اللي اضغر مني متجوز بقاله تلتاشر سنة اه اه يعني مشكلة امراته زوجته قريبته اصلا يعني فيه ارابة وعرابة جاندة دلوقتي بس يعني كان فيه خلفات بتعصل قبل كده الاول وهو كان سعب يتعب عليها بالضرب هي من نوع اللي هي يعني عصبية جدا فكان بتنبسزه وكان يترون ويدراه بعد الفضره اقطع 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 بس حاجة صغيرة سنة صغيرة ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده قت لامرأة ولا خادما وربنا بيقول لقد كان لكم في رسول الله اسوات حسنة ادي له المعلومة دي ادي له المعلومة دي وارجع لي تاني اكمل معاك عيني هو محروج ان هو يتكلم انتو الاتنين في عيني من هنا انتو الاتنين في عيني وفي قلبي الله يحفظك فدلوقتي هي غبت مرة واتنين وثلاثة اخر مرة الصراحة فيه ناس ولاد حلال الصراحة احكام العرفية الناس ادخلت وخلاص وحاكموا ان لها اصروف معين لا كذا لا كذا لا كذا والتزم معاك كل حاجة ففوجه دلوقتي في يوم من الايام ان هي تحجمت عليه بالضرب بتقول له انت بيتعنيتني لا انا والله مش بعمدك رحت بتحجم عليه بالضرب اه واشتامته اه ومع ذلك ومع ذلك عشان انتزم مع الراجل ان هو مش هيصغره وان هو مش هيعمل اي حاجة من دي تاني وما ردش عليها رغم ان هو ممكن يقدر يتصرف معاه في الوقت ده ومع ذلك اتزم الصبت وما ردش يرد عليه من فترة بسيطة خلاب بسيط هو مش مقصر في حاجة الحمد لله يعني دروس ولاده الحمد لله مرتبة مرتبة بطول مرتبة مش ولاية كل حاجة مش مقصر فيه ومع ذلك خلاب بسيط الاختلاف الرائي لا يفترس له دي قضية بس اهم حاجة الطريقة في الاختلاف تتكلم باحترام هو يتكلم باحترام تتكلم باحترام وهي تتكلم باحترام ولكن هي ما فيجي تتكلم معاه فدخلت ينين عن امك فديه معنى غلق دخلت ايه؟ با لاش ندخل الام الام والاب دول له محترام با لاش اه زقته مرة واثنين وثلاثة في كده خبطته برة واثنين وثلاثة واربعة في كده فاصد بالكيب خبطته بالكلام ولا بالايد انا مش فاهم بالايد بالايد وتحجمت عليه شتمته لا ما شاء الله بتلعبه سرعة لا مش بتلعبه سرعة ولكن اه فضر اه يعني اتحجمت عليه اه وزقته مرة واثنين وثلاثة ينفع كلام وشتمت والدته امم. خليت معا معلش بعد ذلك. عين الحضرتك اتفضل. يعني شتمته وشتمت والدته. اتفضل. وعملت حاجات اقتصى الله العظيم. تمام. ومع ذلك ومع الحقوق بالك تحت كميت. ومع ذلك حط تحتها بالتحت منها الفقر. اتفضل. لم يرد عليها باي ساعة. يعني ريك لهم وانت كذا وانت كذا ولم يرد عليها. اه. اه. اغمان هو عنده المادرة ان هو قدر يعمل كل حاجة. تمام. ولكن هو عشان التزم بالكلمة قدام الرجل اللي هو صالح وقال له دي وعد مني اني ما فيش حاجة من اللي كان بتحصل قبل مني قبل كده. تكررت. والتزم. ومع رضش عليها. اه. او خبط اه لما لقى بتزقه مرة اون وثلاثة دي صلوب ما يمفعش. فرح خبصها. اه. اه. جرح بسيط. اينا كده اه. ولكن بعدها ما فات بالكلم. جرح? وتشتم ومع رضش عليها. لا جرح خبطها جرح? انا سمعت كلمة جرح. اه يعني دفع دفع. لا اه اتعورت يعني. اه جرح بسيط. خد الغرق. ما عرفش بقى الصراحة لان ان يمشت وثابت البيت. طب تمام. ماشي. ام. فان اعاود اسمع بقى بس انا بقول لستك هو لم يقصر في اي شيء. وبعد المشكلة الاخيرة انا بقولك عليها. قاعدت تتلفظ والفظ ولم يرد عليها. انت كذا وانت كذا وانت كذا وانت كذا. ما رضش عليها اطلاقا اطلاقا. قال لها في رجالها طبعا. اه. انما هو حكاية ازا اوه غلط ولكن تطبيق ايه الغفظ مع بشر. طيب بصة بصة محمد بصة يا استوز محمد. استوز محمد سمعني? سمعك. مش هو سمعني دلوقتي? ايو. انت سمعت المكالمة اللي فاتت مستستها وانا بكلمه. ايو. طيب. دلوقتي نفس النظام يا استوز محمد. دلوقتي لو انا جيت مع حضرتك وزقتك بايدي وقليت ادبي عليك. هتعمل ايه? انت ممكن تصبر اول مرة. ممكن تصبر مرة التانية. والتالتة. خلاص صفح الكيل بقى. ما خلاص بقى انا صبرت عليك يا دكتور مرة والتنين والتلاتة انت مش حاوس تتلمع اروح ايه? اشوف بقى اجرب معاك اسلوب تاني. فاحنا في اي مشاكل زوجية استوز محمد لازم نشوف اللي اتنين. اللي خليها تتجرق وتمدي ايديها عليه. اللي وصلها لكده. معايا? فاحنا بنتكلم في كده. ايه اللي وصلها لكده من البداية? عشان نعم فاني? ماشا فاني. ماشي. فاحنا بنقول ايه اللي وصلها لكده يا حبيب? ايه اللي وصلها لكده? اكيد اه اخو حضرتك هو محترم وانسان كويس وانت اصان شكلك انسان محترم. وكل الناس اللي اتصلت اه النهاردة فوق دماغي من فوق كلهم ناس محترمة. بس انا خكم الكبير. انا عاوز ايه منكم? انا معرفش حد شخصيا. انا عاوز الدنيا تتلام. عاوز البيتي بقى سعيد. عاوز يبقى فيه زواج بلا ندم. فممكن اقصو عليك شوية في الكلام. بس لما اقصو عليك شوية في الكلام. انا ممكن ابني اروح بيه للمشتشفى علشان ياخد حقنة او او يتعالج. طول العلاج بالنسبة له الحقنة مؤلمة. بس علشان ابني يعيش. فهكذا ممكن اقصو عليك. او اقصو عليك استحمليني واستحملني. ليه? علشان عاوز البيتي بقى سعيد. لما تسمع مني الكلام شديد شوية بس البيتي بس عيد. فهنعمل ايه حماية بعشانها خلاص? قربنا نختم. فما تمدي شدك على امراتك. ما تضربهاش. شوف ايه اللي يسعدها. واعمله. وخليك رفيق. الرفق ثم الرفق. ما توصلش لمراتك اللي هي تشتم. لوصلش لمراتك اللي هي تمدي ايديها. حاول بقالة مصطاعة اللي انت تتجنب هزيه الامور كلها. تتجنب هزيه الامور كلها. فانت لما اتعامل مع امراتك برفق وسعادة هتتعامل معاك برفق وسعادة. لكل فعل رد فعل. هتعامل معها بضرب وايهانة هتستحمل تستحمل ساحات دي ما تنفجر. فنحاول البيت يبقى فيه رفق فيه حنان فيه اهتمام. نقولهم بسرعة علشان خلاص احنا قربنا نختم لو استأذن قبلها بيدي ايه برضو بلغوني. يبقى احنا هنقول صفات حبوها الرجل في المرأة. صفات حبوها المرأة. دقيقة? مات ماشي يا فاند. ماشي. سريعا كده الصفات ايه اللي بتحبها الزوجة في زوجها? الاهتمام. الحنان. الشياكة. اللي بقى في الحديث. الكريزمة. الكرم. صاحب المكانة الاجتماعية والمادية. دي بعض الصفات احنا اتكلمنا النهاردة بس عن الاهتمام والحنان. واستقبلنا اتصالات من من حبيبنا. اتمنى كون قدر تفيدكم النهاردة. وهو تنسوا اني الزواج نعمة قال تعالى. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها. وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك الآيات لقوم من يتفكرون. اشكركم على حسن الاستماع. والقاكم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.